أهلا بكم مشاهدين الكرام زي ما قلنا لحضراتكم احنا النهاردة عمان جديد مع فقرة إبلي وبحري والمراضي حنروح لبحري حنروح لأقصى شمال مصر وكنا من فترة طويلة قدت شهور التقينا كما حنلتقي النهاردة بسيادة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية هو معانا على التليفون والحقيقة لأنه لسه مخلص اجتماع في القاهرة مع السيدة الرئيسة وزراء الإسادة المحافظين وفي طريقه إلى العودة بالسلامة إن شاء الله الإسكندرية فما أمكانش إن احنا نلتقي مع سيادته عن طريق زوم أو سكايب أهلا بيك سيادة اللواء أهلا بيك سيادة اللواء سيادة اللواء يعني إحنا حتكلم طبعا عن إسكندرية كتير لكن محتاج حاجة خبرية أنت وحضراتكم كنتوا مع السيد رئيس الوزراء النهاردة مظبوط؟ مظبوط لسه راجعين إسكندرية الحقيقة بعد يوم كان طويل حقيقة اليوم الطويل ده يا ترى إيه الجديد فيه بالنسبة للمواطني مصر عموما على السيد المحافظين كلهم ومسكندرية خصوصا مع السيد رئيس الوزراء الحقيقة النهاردة موضوع كان يعتبر حصيلة جهد بوزل من شهر مايو الماضي وكان فيه كل محافظة مطلوب منها نتقدم عدد من المشاريع الخاصة بالتغيرات المناخية والطاقة المتجددة سواء من تخفيف حدة التغيرات المناخية أو استخدام الطاقة المتجددة لتقليل عملية الانبعاثات الكربونية والحفل التي أدت إلى زيادة منسوب مياه البحار النهاردة كان جميع المحافظين على مستوى الجمهورية حاضرين لقاء مع السيد رئيس الوزراء ووزير التخطيط وسيد وزير التنمية وسيدة وزيرة تعاون الدولي وأعلنوا العدد من المشروعات الفائزة 18 مشروع فائز على مستوى الجمهورية التي ستقدموا ويتم عرضهم في كاب 27 هذا الشهر إن شاء الله طبعا كان لقاء حافل جدا كل محافظات يعني كرمت المشروعات بتاعتها وأعلم بعد كده عن 18 مشروع وممكن ربنا أكرمنا كمحافظة اسكندرية كان عندنا ثلاث مشاريع فائزة وده حاجة كويسة جدا ويمكن أسعدتني كتير جدا لأن احنا أهم المحافظات مصر المعانية صحيح بموضوع التغييرات المناخية نعم واللي احنا بنعاني منه على مدى السنوات اللي فاتت كلها طب أنا عايز أفنا سيدة المحافظ وأسعى أنت فيه 18 مشروع دول تم اعتمدهم وتكرمهم مظبوط صح منهم تلاتة الإسكندرية الحمد لله طب أنا عايز أسأل كمواطن سكندري وطبعا ده ينصرف المواطن المصر عموما وممكن يسألني يقول له أنتو بتتكلموا في إيه إيه بقى حكاية التغييرات المناخية والإنبعاثات الكربونية ومشروعات يعني أنا كمواطن سكندري ده هيفيدني في إيه والعكس إذا ما حصلش إيه الخطر اللي علي أرد عليه طيب أنا هحاول طبعا عشان أوضحها المواطن البسيط وبشكل مبسط جدا وباختصار شديد جدا أيضا للموضوع موضوع ضخم مش ساح صحيح خلينا أقول أن إحنا على مدار السنوات الخمسين أو الستين سنة الأخيرة بدأ العالم يرصد ويلاحظ أن هناك ارتفاع في منسوب سطح البحار والمحيطات طيب ده ناتج عن ناتج عن زوابان الجليد في القطب الشمالي نشرح على الناس أن البحار كلها وصلة لبعضيها فالناس يبقى فاهمها والمحيطات فالتلج لما يسيح في القطب الشمالي المية بزيد وبتدريجيا توصل لغاية اسكندريه مظبوط طبعا ودايما بوضح مثلا قطعة التلج الصغيرة اللي بدو في القطب الشمالي دي يعني تحجم دولة إيطاليا يعني ده بيؤدي إذا أرتفاع منسوب سطح مياه البحار والمحيطات طيب بيزوب ليه خلافا للسنوات السابقة لأن فيه هناك ارتفاع في درجات الحرارة درجات الحرارة بترتفع ليه لأن فيه انبعاثات كربونية وغازية من آآ وثاني وكربون بتخرج من الدول الصناعية الكبرى بتؤثر على الغلاف الجوي بتؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة طبعا ودا اللي بيخلينا بنعاني حاليا من حاجة اسمها التغييرات المناخية طب التغييرات المناخية دي بتعمل عندنا ايه بتخلي الصيف أشد حرارة صحيح والشتاء أشد برودة وتخلي وتخلي هناك رياح قوية جدا ما كناش بتعودين عليها بتؤدي إلى أمواج عالية جدا مرتفعة تؤثر على الشواطئ بتؤدي إلى ارتفاع من صوب سطح البحر وتأكل الشواطئ ويبدأ عملية النحر كل ذا نتائج للتغييرات المناخية يبقى احنا المطلوب من العالم كله ان يقاوم التغييرات المناخية دي ويتكيف مع الظروف المحيطة دي ويمنع أسباب ارتفاع درجات الحرارة عشان مياه البحر ومن الحوطات ما تزيدش عن هذا الحد احنا لو بدأنا نقول في سنة أربعة واربعين كان في السنة الواحدة بيزيد ارتفاع سطح البحر مليا متر واحد في السنة في الفين اتناشر لغاية 2020 و21 دي بقى بنزيد سنتيمترات كتير جدا واختلفت الابحاث في الزيادة دي من ستة سنتيم لغاية اربعة وستين سنتيم يعني الابحاث العالمية كلها هناك فطورة على المدن اللي بتطل على الشواطئ وخاصة بشواطئ البحر الابد المتوسط وده اللي خلى في يوم الايام رئيس وزراء بلطانيا الصابق قال ان محافظة السكندرية معرضة للغرق وخلال السنوات القادمة الناس بتعتقد ان احنا مش واحدين بالنا لا الدولة واحدة بالها كويس جدا ومن سنوات طويلة وتم تكليف وزارة الري اللي فيها تتولى مسؤولية حماية الشواطئ لمصر بشكل عام واسكندرية بشكل خاص طب انحقف هنا سيدة المحافظ لانه ده كان سؤالي الحقيقة يعني دلوقتي احنا عندنا مصر كدولة على بعضها ومعاها دول العالم عدوا في شرم الشيخ للمرة السبعة وعشرين عشان يشوفوا ايه الاجراءات الملزمة للجميع فيما يتعلق بتغير المناخ ده عموما طب اسكندرية وجزء من مصر لكن اسكندرية بشكل خاص والمدن الساحلية زيها ايه الاجراءات اللي هي اتخذت او بتتاخذ دلوقتي تحسبا لغاية من الاجراءات الاكبر والاشمل ما تتخذ لحماية الاسكندرية خليني ابدأ الاول وقول لك احنا شوفنا في عام 2015 واللي حصل من غرق وكميات انطار كبيرة جدا وتلاها كل الاعوام اللي تلت عام 2015 كميات الامطار اكتر لكن كان هناك استعداد وجاهزية من الدولة اكبر فعشان كده ممكن ما حسنا فيها قوي ولكنها معاناة على وزارة الاسكان وعلى المحافظين والمسؤولين والجهات التنفيذية معاناة كبيرة جدا ان احنا نقدر نوصل ان الشارع ينشف ويرجع تاني طيب الدولة بتعمل ايه جهاز حماية الشواطئ التابع لوزارة الرئية عامل عندي فيه او انا حتكلم عن اسكندرية تخصيني حاليا سعي عامل 8 مشروعات ضخمة جدا حواجز لحماية الشواطئ بتكلفة مليار وستمئة وستين مليون جنيه ده معمولة في المناطق اللي اكثر تعرضا للنحر اه ودول شجالين فيهم على مدى العامين الماضيين ويكاد يكون 8 مشروعات انتهوا على خير وكان الاهم بالنسبة لنا ان يتم الانتهاء من مشروع تأمين قلعة طيب باي ده قلعة اهم العالم كله صحيح قلعة تراثية واثرية فتم عملية حزها والحماية الخاصة بها بالكامل طيب بعد ما يخلص 8 مشروع دول وهم يمكن فلال الشهور الخاضمة حيتم انتهاء منهم لأ عندنا فيه 3 مشروعات اخرى ضخمة برضو على سواحل محافظة الاسكندرية حيتم فيهم برضو وضع حواجز من هذه الحجرة تكلفة 3 مشروع مليار وتسعمية مليون جنيه تقريبا المشروعات دي المحافظة الجمهور يعني اهلنا في اسكندرية شايفينها مش على الورق ده مش ورق ده قدامهم على الشرط مضبوط وهم شايفينها الحجارة الكبيرة جدا الضخمة دي لشكلها زي النجمة وبأمانة يعني هي شكلها مش مريح للعين بالنسبة لأهل اسكندرية أو ضوف اسكندرية لكن دي حاجات لازم نعملها بعد فترة الحواجز المائية دي هتبقى صائط تحت المية مش هتبقى ظهرة ولكنها بتحمي الشواطئ الخاصة باسكندرية من عمليات النحر اه فعدتك اشار الى المؤتمر العالمي الكاب 27 التكلفة يا فندم الخاصة بحماية الشواطئ على مستوى اسكندرية أو على مستوى مصر كلها تكلفة رهيبة وعية جدا طيب احنا عاوزين نرجع يا دكتور دياء احنا الدول الصناعية الكبرى اللي هي اه اصرفت في الغازات الكربونية اللي بيقوم منها انبعاثات حرارية وغازات كربونية احنا اللي تخيل ان مصر اه الناتج منها للانبعاثات الكربونية والحرارية دي نص من عشرة في المية نص في الالف يعني مع اتحضر الاخضر والتكيف المناخي اشتركوا في القناة